دائما في إطار نشاطات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغوزاني في مدينة روسو أشرف سيادته اليوم على وضع حجر الأساس لإطلاق مشروع طمر النفايات الصلبة بالمدينة وسيمكن مشروع تسير النفايات الصلبة من اقتلاء ستة شاحنات متعددة السلاسل لنقل النفايات الصلبة وعشرين صندوق قمامة ومحمل لمركز مكب النفايات واربعة عشر مركبة ثلاثية العجلات لنقل النفايات الصلبة وتضمن المشروع إنجاز مكب مؤقت ومركز مكتمل لطمر النفايات بمواصفات فنية عالية بالإضافة للإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لبعض المحاور الرئيسية في المدينة وإنجاز السحة المعروفة بسحة الاستقلال وإعادة تأهيل وتوسعة مبنى بلدية روسو وغرس نخيل للزينة وسط المدينة اشتركوا في القناة